الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله النهاردة أن تحدث عن حدثة حدثت بالفعل في تونس وده تبين لنا قصة معلم كان معلما وإنسانا في نفس الوقت أحد المعلمين ده اللي في تونس يتحدث عن نفسي فيقول كنت معلما أدرس يعني أدرس في مدرسة إريفية في منطقة تسمى نفزة ولاية إباجة تونس في كل يوم كنت أرى خارج القصم جانب الشباك بنتا مسكينة وجميلة تكسوها البراءة وتبيع الخدز لأمها في الصباح قد انقطعت عن التعليم هذه السنة بسبب الوضع المادي لأسرتها فلدي أربعة إخوة صغار ووالدهم متوفي وهي تسهم في مع أمها في مصاريف معيشتهم ببايع الخبز عند المدرسة في أحد الأيام كنت أشرح درسا على الحساب في الحساب وباقعة الخبز تتابعني من شباك القصم وهي بالخان فسألت سؤالا صعبا وخصصت له جائزة ولما يجب عنه أي تلميذ وما لبست أن تفاجأت بأن باعة الخبز تؤشر لأصبعها من خارج الشباك وتصرخ سيدي 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 فأزنت لها بالإجابة فأجابت وكانت إجابتها صحيحة منذ ذلك اليوم منذ ذلك اليوم راهمت عليها فتكفلت برعايتها وبكل ما يلزم المصاريف على نفقته من مرتب القليل وعلى قدر ما أستطيع من أمور بسيطة تساعدها على التعلم واتفقت مع مدير المدرسة على أن يتم إعادة تسجيلها للمدرسة وكانت المفاجأة في نهاية السنة عندما زارت نتائج الإختبارات وكانت هي الأولى على المدرسة سارت على هذا النهج برعاية وإشراف اليوم عليها إلى أن أوصلت بفضل الله لمرحلة سنوية وهنا تم نقلي لمسكة رأسي بمدينة سوسة ولم يكن هناك هواتف في ذلك الوقت لكي أواصل متابعة أخبار وانقطعت صلاتها بربي لمدة عشرين عام بعد ذلك الغياب صادف أن ذهبت مع صديق إلى العاصمة وكان لديه ابن يدرس بكلية الطب بتونس فطلب منه أن يرافقه للجامعة واثناء دخول الجامعة مع صديقي ما كست بعد الوقت في الكافة دي فإذا بمرأة على قدر من الجمال تحدق بيه بشوق وقد تغيرت معالي مواجهة عندما رأتني وأنا لا أدري لماذا تحدق بيه بهذا التأثر فسألت ابن صديقي إن كان يعرف هذه المرأة وأشرت إليها خفية فأجبني نعم بالطبع بالرغم من عمرها الصغير إلا أنها البروفيسير التي تدرس تدرس طلاب كلية الطب فسألني هل تعرفها يا عمي فقلت له لا ولكن نظراتها غريبة جدا وفجأة وبدون مقدمات كرت هذه المرأة نحوي واحتضنتني وعالقتني وهي تبكي بحرقة وبصوت لفت الأنظار كل من كان بالكافة لها وظلت تحددني لفترة من الزمن دون مراعاة لأي اعتبار وظلنا الجميع أني والدها وهي تجش بالبكاء وتقول لي ألا تذكرني يا أستاذي أنا البنت التي كنت التي كانت حطاما إنسانيا إنسانا كانت حطام إنسانا وأنت صنعت منها إنسانة ناجحة أنا البنت التي كنت السبب في رجعها للمدرسة وصرفت عليها من حر مالك حتى وصلت إلى ما وصلت إلي وذلك بفضل الله ثم رعايتك واهتمامك وموقفك الإنساني الفريد أنا ابنتك لم يأت بقعت الخبز فقدت أن أقع مقميا علي وعلي من دهشتي وشدة تأثري من جانب وفرحي بها من جانب آخر والله بكيت كثيرا عندما تذكرت كيف كانت وكيف أصبحت على ما هي عليه اليوم ثم دعتني أنا والذين معي ومجموعة من الزملاء إلى منزلها واخبرت أمها وأخوتها والموجودين عني ويتتحدث عن المعلم الإنسان الذي ساندهم وكان سببا في تغيير مجرى حياتي فالقيت كلمة قلت فيها كلمة واحدة وأنا أبكي لأول مرة في حياتي أشعر أنني معلم وإنسان هكذا هو المعلم والإنسان فكثير فهناك الكثير والكثير مثل هذا المعلم معلمين كثيرا لما ثابت إنسان ومعلم أقول قولها زا وأستغفر الله لي ولكم واللقان آخر إن شاء الله